عايز الأول أرحب بضفنة العزيز وهو المحامي الكبير والحقوقي البارز أستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منوارنا أستاذ يوسف أنا مبسوط جدا أننا معاك كالعادة دائما أنا دائما مبسوط وحيش قد الدنيا ربنا خليك أستاذ يوسف أستاذ سعيد يعني ما بين الدفاع عن حقوق المصريين وذهابا ووصولا إلى عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان عايز أرجع مع حضرتك بزهننا وبذكرياتنا لوضع حقوق الإنسان في مصر قبل تلاتين ستة كانت عاملة إزاي وكانت تمشي إزاي في ظل للأسف حكم جماعة غير مباركة حضرتك كنت شاهد عيان معنا أنت قديم معنا وعصرت هذه الفترة طبعا كانت شوف بكل أمانة ودون مجاملة لو لم تكن ثور التلاتين يونيو لم نكن لنصب إلى مرحلة أن تكون الدولة المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا وتقديرا خاصا للحركة الحقوقية في مصر تاريخ بقبل تلاتين يونيو حاجة وما بعد تلاتين يونيو حاجة وأنا عشان يعني بعيدا عن التفاصيل الدعوة لتغيير قانون الجمعيات سنة 2017 كانت بدعوة مبادرة من السيد الرئيس الجمهورية بس احنا بننسى شوي وطلب من مجلس النواب في رسالة مقتضبة أن يعيدوا النظر في هذا القانون لأنه يغضب الكثيرين وتعدل القانون الحالي بمبادرة رئاسية الأمر الثاني لدينا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وثيقة لأول دولة في العالم تقريبا تلزم نفسها لمدة خمس سنوات ببنود محددة في محاور أربعة تقول أنا هعمل خلال خمس سنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمس وهذا يعني أنها فتحت الباب أمام كل مواطن ليحاسب الدولة على ما التزمت به في الوثيقة الأمر الثاني أنه قبل تلاتين ستة وحضرتك تعلم الحقيقين كان حالهم بعافية شوية وكانت العلاقة بيننا وبالمؤسسات الدولة علاقة يعني تتسم ببعض الريبة إلى حد ما وعدم السقة الكاملة حلوة أوي